تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا فشمل برعاية الكريمة في قصر الصخير هذا اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعاليدات سيري محمد نجيب بنتون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية فلدى وصول موكب صاحب الجلالة إلى قصر الصخير ترافقه كوكبة من الخيالة أطلقت المدفعية أو أطلقت المدفعية أحد وعشرين طلقة تحية لمقدم جلالته وخلال الحفلة قدم الضيف البلاد مع لرئيس وزراء ماليزيا خالص التهان إلى جلالة الملك المفدى باحتفالات المملكة بعيادها الوطنية المجيدة متمنيا للبحرين وشعبها الكريم المضياف دوام الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته ولعلاقات البلدين المزيد من التقدم والتطور اشتركوا في القناة 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 وانسقناه والبلد اشتركوا في القناة ضيفنا اشتركوا في القناة 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 وفقكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ختم الاحتفال صفح جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد وضيف البلاد الكريم صاحب المعالي رئيس وزراء ماليزيا الحضور الكرام الذين رفعوا إلى جلالته أصدق التهاني والتبركات بمناسبة العيد المجيد والذكرى الثامنة عشر لتسلم جلالته مقاليد الحكمة داعين المولى أن يديم على البحرين الأفراح والمسرات والأمن والرخاء والاستقرار على رواد العمل الوطني سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله الخليفة ساهمت في إثراء وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية حيث قامت سموها بممادرات عدة في مجال التعليم وتطوير الشباب والرعاية الصحية ومنها إنشاء مؤسسة المبرى الخليفية وبرنامج راية للمنح الدراسية وبرنامج إثراء الشباب وتتولى سموها عدة مناصب منها عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرى وسام الكفاءة الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري يقوم بالتوقيع على عمليات إصدار الوثائق العقارية والتأكد من استفائها لجميع الإجراءات القانونية يضع النظم المتخصصة التي تكفل المحافظة على المقدمات والصور الوثائق والمستندات القانونية وسام الكفاءة العقيد الركن عبدالله سعيد مهن الكعبي قوة دفاع البحرين وسام الكفاءة العقيد الركن خالد أحمد عبداللطيف الدوسري قوة دفاع البحرين وسام الكفاءة الوكيل أول علي حسين عيس الدوسري قوة دفاع البحرين وسام الكفاءة بعد ذلك ألقت الدكتورة نعيمة عيسى سبت عيسى السبيعي كلمة نيابة عن المكرمين بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الععلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بنتون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا أصحاب السمو والمعالي والسعادة السادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه صاحب الجلالة يسعدنا يا سيدي غاية السعادة أن يأتي العيد الوطني المجيد هذا العام حاملاً كل هذه الإنجازات التاريخية العظيمة والتي نحتفل جميعاً بها هذا اليوم إنها لحظة يا سيدي من أعز لحظات حياتنا لحظة انتظرناها وتمنيناها دائماً وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات فتشرفنا بوقوفنا بين يدكم لتكريم هذه النخبة من أبناء الوطن الغالي وتقليدهم أرفع الأوسمة فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر ظل الهدف الأسمى إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية التنمية والتوعية والتأهيل للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير للقطاعين العام والخاص وبفضل من الله يمكننا القول أن شعب البحرين قد استطاع ممثلاً بعلمائه وعماله ومثقفين رجالاً ونساء كافة من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي من عمر الشعوب والأمام وبما يلبي أجمل تطلعاتنا إن عناية جلالتكم الكريمة بهذه الكوكبة من أبناء الوطن ورعايتهم وتوجيههم وتنمية مواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم لهي الدافع الحقيقي خلف ما نراه اليوم من ارتفاع شعلة النجاحات في كل المجالات العلمية والعملية والرياضية لتحقيق نظرتكم الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وشعبه ولا شك إنه لنخبة المجتمع من عسكريين ومدنيين دوراً كبير في نهضة هذا الوطن وتقدمه وفي الختام فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان مقرونة بالتهنئة العطرة والتبرئ بهذا اليوم الأغر أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة احتفال أنيق تأنق بعظم مناسبته اجتمعت فيه القيادة الرشيدة مع كوكبة من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن أتباع السلطة الرابعة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني احتفاءاً بيوم العيد الوطني الذي يقف شاهداً على مسيرة نهضة تنموية مستمرة خطة ولا تزال بحنكة مليك ينشغل تفكيره وتستهويه جملة من الرؤى التي تستهدف رفعة ونماء مملكة يقف شعبها خلف راية خليفية وضاءة يشع نورها على أطلال المنتمين لها هذه مناسبة فقع الأمر هي شيء تسعد المواطنين لما لمسوه ولمسنا جميعاً من إنجازات وأيضاً لابد من التأكيد على أننا اليوم في البحرين ننعم بأهم النعم وهي نعمة الأمن والسلام أطلق سيدي جلالة الملك مشروعه الإصلاحي تبوى وقت مملكة البحرين مكانه رفيعة على جميع الأصدق سوى المحلية أو العالمية سياسياً واقتصادياً فهذا سلك حميد تسلك مملكة البحرين في العياد الوطنية ونبارك ونهنى ونقدم التهناء الكبيرة الكافة من تم تكريمه اليوم ونتمنى للجميع بمزيد من التوفيق والنجاح وللبحرين ملكاً وحكومة وشعباً مزيداً من الأفراح والتطور والنماء والأمن والسلام ما في الشك أن هذه عادة سنوية جلالة الملك مكرمة على كل من خدم هذا البلد وهذا شيء طبعاً ينعكس بالشيء الإيجابي ويكون دافع لكل من عمل لهذا الوطن بأن هناك تقدير كبير من قبل الغياد الحكيم حفظه الله وأيضاً تشجيع للباقي بأن الدولة فعلاً ما تنسى من عمل ومن أعطى ومن خدم ومن رفع رايتها سواء كان في المحافلة الداخلية والخارجية نخبة من الشخصيات المؤثرة ممن تميزت جهودها الوطنية بالتفاني والإخلاص داخل نطاق عملها كان لها النصيب الأكبر من الرد على جميلها فيما اجتهدت بالعمل عليه بتكريم ملكي قدر حسن صنيعها بأوسمة كفاءة تأتي تثميناً لعطائها وتقديراً لما جادت به أيديها الخيرة من معاناً لا يسطرها إلا كريم المحتد على رخاء أرضه وفورتها في مجالات العمل المتنوعة طبعاً تقدم الشكل جزيل إلى سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المفدى وإلى سيدي سمو والي العهد على التكريم اليوم وهذه اندل على دل إلى دعمهم للكفاءات البحرينية خصوصاً الكفاءات البحرينية الشابة وهذه التكريم موسام على صدورنا وطبعاً كل واحد يفتخر ويتمنى يحصل على هذه الوسام وهذه شيء الواحد يحس بالاعتزاز فيه ويشكر الملك ويشكر الوزارة والحمد لله أننا حصلنا على هذه الوسام ليس شيء غريب على جلالة الملك في هالأيام الطيبة اللي نحن قاعدين نعيشها دايماً يشوف الكفاءات الوطنية فإحنا في هذه السنة الحمد لله أن أحد المكرمين كنت وأنا جزيل الشكر لجلالة المكرمين جزيل الشكر للقيادة الرشيدة ونتمنى دوم نكون عند حسن الظنة جميع للتكريم معايير تمتاز بثقلها الوضاح وضعت في مقام من بادروا وأنجزوا ومن أبدعوا وابتكروا ورافقت تلك الذات التي لم تبخل على نفسها التعلم مدى الحياة لتبدع في إدارة المعرفة وإدارة المحيط الذي تعمل فيه لتأتي القيادة لها طوعاً ورغبة في امتلاك حدودها اليوم هو يوم فخر واحتزاز لنا جميعاً تكريمنا بوسام الكفاءة في هذا اليوم المجيد يعطينا حافظ قوي للبزيد من العطاء في المستقبل ويعطي الشباب القادم إن شاء الله المزيد من التحفيز والطموح للجد والاجتهاد الحقيقة المواطن يعني يخلص في كل أعماله ولما يتم تكريمه على جهود كبيرة يكون قدوة للآخرين فالآخرين أيضاً يبذلون الجهد ويصبون إلى التكريم وهذا هو الشيء المهم تمت الإشارة إلى مرشحين اثنين من كل وزارة وهيئة حكومية خضعوا لتقييم علمي رصين من قبل لجنة شكلت بقرار من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتتم آلية التقييم وفق عملية إلكترونية لا تشوبها شائبة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر